انظر ماذا سيحدث عندما تثير غضب الحارس الملكي السلام عليكم متابعون الأعزاء يمتلك الحارس الملكي تركيزا مثيرا للإعجاب أثناء تأدية خدمته ففي بعض الأحيان نظن أنه مجرد تمثال ولذلك سوف نلقي اليوم الضوء على الحارس الشهير لملكة إنجلترا فهو حقيقة من إحدى معالم لندن الشهيرة فعندما يراه زوار القصر يتهفتون واحدا تلو الآخر ليلتقطوا الصور معه قبل أن نبدأ في الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وعلى زر المتابعة ليصلكم كل ما هو جديد ينتمي حراس الملكة إلى العائلة الملكية بإنجلترا وهم تحت قيادة وزير الدفاع الإنجليزي ومثلهم مثل الجميع يتم إرسالهم أحيانا لتنفيذ بعض المهام العسكرية في أيامنا هذه لا تعد حياة الملكة في خطر وهذا ما يجعل الحراس يؤدون واجبات احتفالية وعروض عسكرية فقد تم تأسيس قواعد الحراس الإنجليزية منذ ما يقرب ثلاثة قرون فقد اعتادت العائلة الملكية أن تقحم نفسها في المعارك والحروب لذا فإنه يتم اختيار أفراد الحراس بحرص شديد جدا ودائما ما يكون أفضل الجنود الموجودة في الجيش يتكون الحرس الملكي من خمسة أفواج من المشاة وفوجين من الفرسان يرتدي حارس المشاة هذا الزي الرسمي الأحمر والقبعة السوداء التي تجعل الرؤية لديهم مستحيلة أما هؤلاء الحراس فهم يحرسون قصر باكينجهام والمساكن الملكية الأخرى ويمكن أن تتوقع ما إذا كانت الملكة إليزابيث موجودة داخل القصر أم لا وفقا لعدد الحراس المتواجد بالخارج فإذا كانت الملكة بالداخل فإنك ستجد أربعة حراس يقفون في الخارج أما إذا كانت غير موجودة فستجد حارسين فقط يعمل الحرس لمدة ساعتين ثم يتم استبدالهم ليستريح لمدة أربع ساعات قد يبدو هذا الترتيب غريبا بالنسبة لك ولكن صدقني البقاء في وضع الثبات طوال هذا الوقت ليست مهمة سهلة على الإطلاق لذا يجب أن يتميزون بقوة تحمل كبيرة جدا حتى أنه حدث ذات يوم وقد أغمي على أحد الحراس وسقط على الأرض ولم يتحرك أي أحد من أصدقائه ليس لأنهم لا يهتمون لأمره بل لأن هذه هي القواعد فعلى الحارس أن لا يتحرك من مكانه إلا بعد تلقي الأوامر وهذا ما يعرضهم لاقتراب الزوار منهم في وقت عملهم والتقاط الصور معهم فلا توجد مشكلة بذلك ولكن عليك لا تلمس أحد الحراس مطلقا لأن الحارس سيظل صامتا وثابتا حتى هذه اللحظة بالتأكيد وليكن بعلمك هؤلاء الحراس يمتلكون أسلحة وقد يثار غضبهم ليستخدموها ضدك في الحقيقة ليست العائلة الملكية الإنجليزية فقط هي التي تمتلك حراسا يرتدون أزياء مختلفة ويتصرفون بشكل مختلف فدعونا الآن نلقي نظرة حول الحراس من الدول المختلفة هيا بنا الحرس السويسري عندما تسمع كلمة الحرس السويسري فإنك بالتأكيد ستتوقع حراسا يحرسون قصرا ما أو أشخاصا من العائلة الملكية إلا أن الحرس السويسري يتواجد في شبه الجزيرة الإيطالية أي في أصغر مدينة بالعالم الفاتيكان ليحرسوا باب الفاتيكان فقد بدأ الأمر مع البابا غيليوس الثاني الذي كان يعد قائدا عظيما جدا وقد قاد حروبا كثيرة لذا كان لابد له أن يعين جيشا خاصا به ولكنه لم يرد تعين أحد من أفراد بلدته لخوفه من الوقوع ضحية المؤامرة لذا فقد قرر أن يعين 150 جنديا سويسري المعروفين بأنهم أجود الجنود بأوروبا فمنذ عام 1509 ظهر الجيش السويسري ويعتبر الجيش السويسري الآن هو أقدم الجيوش التي ظهرت في العالم الحرس الملكي الإسباني يعتبر الحرس الملكي الإسباني من أقدم كيانات الحراسة الموجودة على مر التاريخ فقد كان أول ظهوره في القرن الحادي عشر أي منذ وقت طويل جدا فهناك مجموعات وكتائب منفصلة في الجيش الإسباني مخصصة لحماية ملك إسبانيا والعائلة الملكية بأكملها تتكون هذه الكتيبة من 1900 جنديا مدرب على أكمل وجه ويتميز بمهارة ممتازة وبغض النظر عن أن الحراس دائما ما يشتركون في المناسبات الاحتفالية إلا أن هذه الكتيبة بشكل خاص مصنفة على أنها أفضل الكتائب العسكرية قوة وشجاعة ومثابرة حيث يتم استدعاؤهم يلبون النداء على الفور ويعملون في العمليات الخاصة والقوات الجوية والبحرية أو أي مهمة عسكرية يؤمرون بها بشكل عام لذا لا تحاول العبث معهم أبدا على الرغم من الحقيقة التي تؤكد أن موناكو محمية من قبل القوى العسكرية الفرنسية إلا أن العائلة المالكة تمتلك كتيبة عسكرية خاصة لحمايتها بالإضافة إلى حرسة أمن قصر الأمير ولكن مع مرور الوقت أصبحت تقنن مهام هذه الكتيبة فأصبحت تحمي حدود الدولة وأفراد السلطة القضائية فقط تتكون هذه الكتيبة من 112 جنديا ويستخدم العديد منهم تحت خدمة العسكرية الفرنسية وفي مناسبات الاحتفالات القومية يتم استخدامهم كفرقة موسيقية يبدو حقا أن الجيش الفرنسي هو المسيطر على الدولة عسكريا الحرس الملكي لتونغا أظن أن البلدان التي ذكرناها في الأعلى هي بلدان معروفة لأنها جزء من أوروبا لكن الآن سنبتعد قليلا سنتجه نحو دولة تونغا وهي دولة صغيرة تتواجد في بولينزيا التي تتكون من 117 جزيرة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة دون أن نضع في الاعتبار أعداد السياح الهائلة التي تأتي إليها يعيش مالك تونغا تحت حرسة 230 شخص يتواجدون 24 ساعة لخدمته هو وعائلته بالإضافة إلى مشاركتهم في الاحتفالات القومية للدولة وهم أيضا المسؤولين عن إطلاق الألعاب النارية الضخمة في الاحتفالات الرسمية الجدير بالذكر أن دولة تونغا معروفة عالميا بإطلاقها لأعداد مهولة من الألعاب النارية في احتفالاتها كتعبيرا عن الفرحة الحرس الملكي للسويد تواجد الحرس الملكي السويدي منذ بداية القرن السادس عشر فمنذ عام 1523 بدأ الحرس الملكي بحماية العائلة المالكة والقصر الملكي ومع مرور الزمن تغير نمط الحراس الملكيين وتم تقليل عددهم أصبحت كتيبة الحرس الملكي الآن مكونة من قوات المشات وقوات الدعم السريع وقوات الفرسان يتواجد الحرس الملكي في صحبة الملك بكل الاحتفالات الرسمية القومية فيتواجد في القصر الآن حوالي 60 جنديا وعلى عكس الحرس الملكي الإنجليزي فإن الحرس الملكي السويدية يتمكن من الحركة أثناء وقت عمله كما يشاء وليس من الضروري أن يظل في وضع الثبات الحرس الملكي النرويجي في وقت مضى كان الملك النرويجي يمتلك حرسا ملكيا مكونا من 38 جنديا فقط ولكن مع مرور الوقت بدأ عدد الحراس الملكيين يزداد منذ عام 1856 وازداد الحراس أكثر وأكثر أثناء الحرب العالمية الثانية حيث تمكن الحراس الملكيين الشجعان من حماية العائلة الملكية بأكملها بالإضافة إلى أفراد الحكومة وبالفعل قد قادوا معارك شارس في هذه الحرب حتى أطلق عليهم الشياطين السود ولكن الخطر زال عن النرويج الآن وأصبح لديهم مهام اعتيادية مثل حراسة الملك وعائلته والمشاركة في الاحتفالات الرسمية فإذا وجدتهم يقدمون عروضا في احتفالات النرويج فلتنخدع بمظهرهم الوديع لأنهم في الأصل حادون جدا ولا يحبون العبث معهم أبدا أخبرنا في صندوق التعليقات الموجود بالأسفل أي الحراس الملكيين أثار إعجابك أكثر أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر